هذه الجزيرة تعتبر أخطر الجزر في العالم أنا أجد بشكل كيماتا جراندي أو جزيرة الأفاعي اسمها جزيرة الأفاعي لأنها مشروع ضروبا كاملة من طرف إلى طرف بالأفاعي ذات الرأس الرمح الذهبية والتي تعتبر أخطر الأفاعي وأكثر الأفاعي في العالم ونزيدك هذا الفعادي عدد في هذه الجزيرة فقط لم يتمكن شيء مصدر الوقت أخرى في العالم وكتبت في أفاعي فقط هذه الجزيرة التي تضبطها في البرازيل والذي يتضبطها معي على الشاطئ للصابول 90 كيلو متر تقريبا فيها 43 هكتار 43 هكتار كاملة عامرة بالأفاي على عكس الجزر اللي كنين في العالم كامل نبني كي يمشي دوري تساري يشوف اشنو فيهم هالجزيرة هالجزيرة ممنوعة يوصلها شي واحد فقط البحرية البرازيلية هي عند الحق توصلها للجزيرات ولا كانوا شي علماء بغاو يأخذوا مثلا عينات ولا يدروا شي دراسة تاهم مداروري خلصوا تمشي بالرفقة ديانهم هاد البحرية البرازيلية و ايضا تريد تحديث في الجزيرة فهنا سعيد توصل لها لانها كاملة دايرة بسخورة والبحر هيج لذلك البحرية البرازيلية تريد توصل الى مراكة تكرفس وبكثرة تعابين تخيل معي انك تقريبا كل متر مربع تلقى فيها تعبان والحاجة اللي خلت التعابين يتكاتروا بدل الحجم هذا وبدل الكمياء هادة وانهم مفتريس يتغدى عليهم وكتقول الحصائيات بان هذه الجزيرة تحتوي على 4000 تعبان تقريبا تقول الجزيرة من نفاغ التعابين ومشكي يكره انا اقول لك هذه الجزيرة فيها السحانة وفيها النبسة وفيها ايضا الحصارات ولكن اهم غذاء اللي يتغدى عليها التعابين هو الطيور لذلك ان هذا التعبان صياد ماهر والسم دياله اقوى بخمسات المرات من السم الفراغ طبعا اللي عايشين في ذلك الجزيرة راولو عايقين في التعابين ولو كردوا معهم البال ولكن اغلبية الطيور اللي يتم الفتراث دياله من طرف التعابين هما الطيور اللي يأتيوا مهاجرين غير جيد مثلا يسترحوا في ذلك الجزيرة يكونوا اشعار في ذلك الجزيرة مليئة بتعابين وبالتالي يتم استياد دياله والسم دياله التعبان قويل درجة انه قادر يدوب للحمد الفرائز دير اذا شو هذا تعرض للعض من طرف هذا الفرائز فاول حاجة يبدأ عنده هو النزيف الأماء ثاني حاجة النزيف في المخ ومن بعد نخر في الأنسجة العضالية وفشل كلاوي حاد اذا التعبان هذا قادر يصفي هالشخص صحيح قل من ساعة لأسف هاد أفعادات رأس رمح دهبية مدرجة في القائمة الحمراء لأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيع بسبب انخفاض ديال العدد دياله في الجزيرة را كانوا في الأول كسر من الربعالاف طبيعتها والشفارة مخطوش الجزيرة هذي اللي كتعتبر من أخطر جزر الشفارة مشاوح تنتم باش يشفروا الفاعي ايا الشريف في البرازيل معروفين الناس اللي كيبيعوا هاد الفاعي في المارشينوار في السوق السوداء بالتمن ديال ما بين عشرات المليون تتلاتين مليون للفع الوحدة لأن ميك اقولوا الفعه نادرة فالتمن دياله الطالع للزر اش لو كدروا بها ديالك الناس اللي كيشريوها الله اعرف اكشع لاش محروصا زيانة الجزيرة هذي من طرف البحرية البرازيلية باش يحميه البشر من جهة ويحميه ايضا تعبين من جهة البحرية البرازيلية ضروري يخصمي بشي مره مره بشي يدروا الصيانة المنارة كينات موصل الجزيرة ضروري انهم يخصمي لبسوا واحد اللي باس خاص لانهم كيدوزوا من وسط الجر والدنيا عامر بالفعيل كتزيد كل خطواتك تلقى الفعيل يجب ان تأخذ الحتياطات ديالك لازم و هذه المنارة اللي كينات موصل الجزيرة يعودوا الى واحد القصة كان خدام في هذه المنارة في هذه الجزيرة وكانوا مع ولداته والزوجة ديال وفزئة ليلة من ليالي تخلع عليهم مجموعة هذه التعبين من النافذة كيما كيقولوا هماية هجموا عليهم هذه الفعيل ومن بعد سطرين يبقوا شبانو ذوك الناس مشاوا يطلع عليهم ويلقاوا كل واحد مليوا في بلاسة شبعان موت